أستاذ الدكتور هاني نصر أستاذ طب وجرحة العيون بقسم عيوب مستشوى أدنيل النهاردة نتكلم عن الليزك أو معروف على الناس بالليزك أو إصلاح عيوب الإبصار بالليزر طبعا كل الناس كان عندها زمان حلم اللي يلبس نظارة يقلحها فالحلم ده بقاله فترة كبيرة موجود للناس اللي مش عاودة تلبس نظار فالليزك ده بتعامل الناس اللي متضارة أو إصلاحها أو طبيعة الشغل بتاعته بيستلزم ان هو مش تحتاج لبس نظارة الليزك الحقيقة بيعتمد على تغيير تحده بالقرانية عن طريق شعاع معين اسمه إكزيمير ليزر لو قرانية محدبة زيادة بيتاخد من الجزء اللي في النصف لو القرانية مفلطحة اللي هو طول النظر بتاخد ليزر من الأطراف القرانية طبعا ده بعد ما بتعمل القرط للقرانية ويتعمل إصلاح التحده والحقيقة العملية دي مفترض انها بتتعمل بداية من سنة 18 سنة باقترال النظارة سابتة ده ونظارة بتتغير شوية بعد التسعة عشر ممكن تبقى عشرين أو واحد وعشرين سنة ما بنفضرش ان العملية تتعمل قبل سنة 18 إلا في حالات معينة علشان هي الليزك دوت في السن الصغير لسه الرؤية بتتغير والنظر بيتغير والدرجة بتتغير فمش عاودين المريض يخش يتعمل العملية مرتين ساعة نضطر نعمل الليزك ده في سنة صغير سنتين وثلاثين وكأربع سنين لو الواحد عنده قسر نظر شديد في عين واحدة ولو ما عملش ممكن يحصل له كسل في هذه العين فانا منظر نعمله في السن الصغير الليزك النوعين النوع الليزك التقليدي اللي بالقشط بتعمل بالمكانة القشط الهدية تاعت العمليات او فمتوليزك اللي الكشط ده بتعمل بالليزر يعني الاثنين بنلجأ للفمتوليزك في ساعات في المكون القرنية السنك بتاعها ضعيف شوية يعني انتم عارفين عشان نعمل الليزك يجب ان يكون فيه سمك القرنية باقي كمان في منوعات لانة نعمل فيها الليزك زي بعض الامراب بتمنع لحنا نعمل الليزك زي القرنية مخروطية وهنا طبعا يبقى بفحص اسمه الكاميرا الخماسية يبين خريطة القرنية بشكل ايه و ازاي احنا ممكن نعمل لليزك للمريض ده كل اللي اقوله ان اسمه طبعا الليزك بعد العملية بتاخد خمس دقائق للعين بياخد العلاج عشرة ايام او برعا اضارات فقط مدة عشرة ايام نطلب من المريض انه هو ما يدعكش في عينه او ما يدخلش مية مباشرة في عينه لمدة أسبوعين كلها علاجات بسيطة ونتاج الحقيقة بتاعت الليزك نتاج مبهرة لو اتعملت و اتشخاصت صحة و اتعملت بطريقة صحة نتاج بتبقى مبهرة